أجرى راشد دراسة حول أعداد الحوت الأزرق في المحيط المتجمد الجنوبي مع مرور الزمن لاحظ أن عدد الحيتان يقل بنسبة 5.6% كل 2.8 شهر تمثل الدالة N عدد الحيتان الذي يعتمد على عدد الأشهر T كان عدد الحيتان في المحيط المتجمد الجنوبي 89 ألف حوت عندما بدأ راشد بإجراء الدراسة أكتب دالة تمثل عدد الحيتان بعد مرور عدد T من الأشهر منذ أن بدأ راشد بإجراء الدراسة أوقفوا الفيديو وحاولوا كتابة الدالة بأنفسكم أرسموا جدولاً لقيم T وN لT حيث T عدد الأشهر وN عدد الحيتان إذن T يساوي 0 ما قيمة N لصفر؟ حسب نص السؤال إذا T يساوي 0 عدد الحيتان يساوي 89 ألف حوت بما أن عدد الحيتان يقل بنسبة 5.6% كل 2.8 شهر ما قيمة N لT إذا T يساوي 2.8؟ إذا قل العدد بنسبة 5.6% هذا يعني أن النسبة المتبقية هي 94.4% لأن 100% ناقص 5.6% يساوي 94.4% هذا يعني أنه بعد 2.8 شهر يقل عدد الحيتان بنسبة 5.6% أو أن نسبة عدد الحيتان المتبقية هي 94.4% من العدد السابق إذن عندما T يساوي 2.8 شهر إن لT يساوي 89 ألف ضرب 94.4% أو 0.944 بالألف وبعد مرور 2.8 شهر إن لT يساوي عدد الحيتان السابق ضرب 94.4% أي 89 ألف ضرب 0.944 تربيع وبعد مرور 2.8 شهر إن لT يساوي 89 ألف ضرب 0.944 تربيع ضرب 0.944 تربيع لاحظوا أن هناك دال لأسية عندما تزداد قيمة T بمقدار 2.8 إن لT يساوي القيمة السابقة ضرب النسبة المشتركة وهي 0.944 هذا يعني أن الدال لT يساوي القيمة الإبتدائية وهي 89 ألف ضرب 0.944 أس عدد مرات تكرار الفترة الزمنية لحساب عدد مرات تكرار هذه الفترة الزمنية اقسم T على 2.8 تحققوا من صحة الدالة إذا T يساوي 0.0.944 أس 0 يساوي 1 وبالتالي لT يساوي 89 ألفا وإذا T يساوي 2.8 الأس يساوي 1 إذن يجب أن تضرب في 0.944 مرة واحدة وإذا T يساوي 5.6 الأس يساوي 2 إذن يجب أن تضرب في 0.944 مرتين إذن الدالة صحيحة إن لT يساوي 89 ألفا ضرب 0.944 أس T على 2.8 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر